Average Acceleration أو التصارع المتوسط ايه المقصود بالacceleration is the rate of change of the velocity هو معدل تغير السرعة Vx Average أو التصارع المتوسط يساوي Δ Vx by ΔT التغير في السرعة مقسومة على الفترة الزمنية اللي حدث خلالها التغير التغير في السرعة V Final ما يسل V Initial على الزمن النهائي نائس الزمن لابتدائي Dimension R خذنا قبل كده أبعد التصارع L T minus 2 أو L على تتربية SI unit متر بير سكوير ساكن أو ممكن تكتب متر ساكند مينوس 2 Instantaneous Acceleration أو التصارع اللحظي The instantaneous acceleration is the limit of the average acceleration as ΔT approach 0 عبارة عن قيمة النهاية The average acceleration أو التصارع المتوسط عندما تقترب ΔT من الصفر إذن AX يساوي Lime لDVx by ΔT when ΔT approach 0 أو بيساوي DVx by ΔT المشتقة الأولى للسرعة أو D تربية X by ΔT تربية أو المشتقة الثانية للإزاحة The term acceleration will mean Instantaneous Acceleration لو قلي acceleration فقط ده بيعني التصارع اللحظي إنما لو قلي L average acceleration بيكون ملاحظ لازم يذكر لكلمة Average بعض الأكسامل A particle move along the x-axis Its x-coordinate varies with time according to the acceleration جسمي بتحرك على المحور X طبقاً للمعادلة التالية X equal minus 4t plus 2t square We are roughly where x in meters T time in second أول سؤال Determine the displacement of the particle in the time interval من T0 إلى T1 second ده أول فترة ومن T equal 1 ده تري ساكن ده أول سؤال ثاني سؤال بي Calculate the average velocity during these two time intervals أحسب السرعة المتوسطة المتجهة خلال نفس الفترتين الزمنية هنحسب الأول الإزاحة خلال الفترة الزمنية الأولى والده أول فترة زمنية من T بتساوي 0 ل T بتساوي 1 second عشان أحسب الإزاحة لازم أحسب XI والXF أحسب XI عند الزمن لابتداء اللي هو 0 فبعوض في معادلة الزمن بقيمة 0 بشيلة T وحط قيمتها يبقى سالب 4 في 0 زائد 2 في 0 تربيع يطلع الناتج 0 ده XI أحسب الموقع النهائي أعوض بالزمن النهائي في معادلة البوزيشن أعوض عن كل T1 يبقى سالب 4 في 1 زائد 2 في 1 تربيع يطلع الناتج سالب 2 يبقى ده بيمسي للX ساينل إذن الدلتا X في الفترة الزمنية الأولى اللي هي تمسي للXF minus XI XF في سالب 2 ناقص 0 يطلع الناتج سالب 2 ميتر الإزاحة خلال الفترة الثانية أنا عندي الفترة بتبدأ من 1 إلى 3 وأنا بالفعل حسبت البوزيشن عند 1 ساكن يبقى لازم أحسب البوزيشن عند 3 ساكن اللي هو يمسي لي X عوضت في المعادلة بقيمة الزمن 3 ساكن يبقى سالب 4 في 3 زائد 2 في 3 تربيع سالب 4 في 3 سالب 12 2 في 9 18 يطلع الناتج 6 متر إذن الدلتا X خلال الفترة الزمنية الثانية XF minus XI 6 سالب سالب 2 يطلع الناتج 8 متر ننتقل الجزء الثاني من السؤال calculate the average velocity during these two time interval عشان أحسب average velocity average velocity V بتساوي delta X by delta T أنا حسبت الإزاحة في الفترتين الزمنية يبقى أقسم delta X XF minus XI على delta T سالب 2 على 1 يطلع سالب 2 متر الفترة الثانية من 1 ساكن ذاتا ساكن delta X طلعت 8 بنحسب ها ثاني XF minus XI على T final minus T initial 3 ما S 1 يطلع الناتج 4 متر per second نكمل بعض examples هنا بدلا ما يعطيني معادلة البوزيشن ويعطاني معادلة للصورة واللي هور T in second اول سؤال find the average acceleration in the time interval T zero to T اثنين يبقى الزمن اللي ابتدائي عندي T I والT final اللي هو بيساوي اثنين ساكن تاني سؤال determine the acceleration ما لم ينذكر لكلمة acceleration فقط زي ما عملنا notation او تنبيه في اول شابتر يبقى بيعني instantaneous acceleration وليس average acceleration determine the acceleration at T equal 2 second solution المعادلة اللي بحسب منها AX average او average acceleration اللي هي delta V X by delta T يبقى لازم احسب السرعة النهائية اللي هي V X والسرعة الابتدائية VI طيب احسب السرعة الابتدائية والنهائية منين لما عاوض في معادلة السرعة بالزمن اللي الابتدائي اللي هو T I zero ينتج اللي عندي VI ولما عاوض بالزمن النهائي T final اللي هو 2 تنتج لل V final نعاوض في معادلة السرعة هشيل T وحط 0 يطلع 40 ماقس 5 في 0 يبقى VI 40 متر برسجن V X يتساوي V F اللي هي النهائية 40 ماقس 5 تربيع هنحزف T ونعاوض عنها بقيمتها اللي هي 2 يبقى 40 ماقس 20 تطلع 20 متر برسجن بعد كده اخذ القيم دي واروح جاري اعاوض في معادلة A Average Acceleration اذا V final 20 ناقس 40 على الطايم النهائي ناقس الطايم الابتدائي يطلع سالب 20 باي 2 او سالب 10 متر يبقى هاشتاق معادلة السرعة D 40 ماينس 5 تربية طايم دي ت تفاضل السابت بصفر وفاضل اضرب القص في المعامل ونقص القص واحد يبقى 2 في سالب 5 سالب 10 T بعد كده بقى اعاوض بقيمة الطايم هو عاوز التصارع عند اللحظة 2 يبقى شيل T وعاوض عنها بكام ب2 يبقى سالب 10 في 2 يطلع التصارع اللحظة سالب 20 متر per second